وعليكم السلام يسأل السلام يقول زوجتي في شهرها الثامن وعايزة تصوم رمضان وانا عايزة منعها نقول لا ليس لك ذلك اخي المبارك الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقو ولا تعاون على الاسم والعدوان ويقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فايضا تعظيم الفرائض والشعائر فانها من تقوى القلوب فانها وتركها تصوم وان هي تعبت فالحمد لله فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدة ملاي من اخر وكثير من النساء والحمد لله الان كثير من النساء والحمد لله الان فانها تكون حاملا وتصوم ولا شيء عليها في ذلك لكن هذا خوف عندك وتوجس يعني لا داعي منه اخي الحبيب فعليك ان تعين زوجتك وان تعينها على الخير يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمز يضحك الله من رجل تستيقظ من الليل فايقظ اهله وفين لم تستيقظ نضح المال فوجة فصلي يا جميع هذا هي شهد اعانة اعانة سبحان الله عز وجل اعانة ان الرجل يعين زوجه وان المرأة يعين زوجها على العبادة وعلى الطاعة انظر الى تلك المرأة تمسك بيد زوجة فتقول اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرافنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يعني فاتق الله اخي الحبيب واترك زوجك تصوم ان شاء الله عز وجل فان تعبت فالحمد الله قد جعل الله لها فرج المخرج فقال فمن كان منكم مريضا وانا سفر في عدة من ايام اخر لكن من البداية ان تقول هذا تخرص وهذا لم يكتب عليه من اي ادلة الى غير ذلك وفيه ايضا من ما فيه من المحاذير الشرعية والانسان يندم على انه يفعل مثل هذه الاشياء فيها بعد والله تبارك وتعالى يقول انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاترك المرأة تصوم زك الله خير واعينها على ذلك فان هي تعبت افطرت ولا شيء عليها الا ان تقضي بعد ذلك ان شاء الله لما تجد فيها الصحة والعافية والله اعلم وصلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين